رئيس الوزراء نقل تحيات رئيس سيسي إلى الحضور وتمنياته بنجاح الملتقة بيشارك فيه أشقائنا من قارة إفريقيا ومن منطقة شرق الأوسط في إطار الحرص المتبادل مؤكداً أهمية عنوان الدورة الخامسة هو تصدير مقاولات والعقار المصري بنات مصر البنائين المصريين صناعة العقار والاتسمر العقاري في مصر تاريخ على فكرة تاريخ شركات أنا فاكر شركات المقاولات مقاول العرب وحسن علام ودلوقتي أوراسكوم وشركات البحارات وشركات كثيرة جداً جداً شركات المقاولات أعتقد أن مصر كانت لها باع طويل في هذا ومزالت وأنا فاكر في تركيا عندهم صناعة العقارات مرتفعة وعندهم صناعة المقاولات عندهم شغل وعندهم شركات كبيرة جداً بيخوصي نفس الكلام مصر لا ترقل عن ذلك ومصر عندها إنتاج وعندها خطة تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فعلاً تمثل سيرة ذاتية للمقاولات والعقارات المصرية تقدم على أعلى مستوى داخل القرى الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط هذا الملتقى الملتقى الخامس لتصدير المقاولات يجب أن ننتبه إلى أن صناعة العقارات في مصر صناعة متقدمة إدارة العقارات في مصر إدارة متقدمة المقاول المصري مقاول من الأفضل على مستوى العالم مصر تاريخها كانت في أفريقيا من بنات القرى الأفريقية والعاصمة الأفريقية مصر وغدين إنشاء سدود وإنشاء كباري داخل القرى الأفريقية المقاولة العرب لها تاريخ طويل في الإنشاءات داخل القرى الأفريقية بل وفي داخل أوروبا وفي بعض المناطق الأسيوية وفي الدول العربية إذن أن يتم تدشين وإقامة مؤتمر وتنظيم مؤتمر بيتكلم عن العقار المصري وتصدير العقار المصري وتصدير المباني والمقاولات المصرية مصر من الدول الواعدة في هذا الإطار إحنا عايزين نكبر عايزين يبقى عندي أكبر شركة مقاولات في العالم عايزي يبقى عندي أكبر شركة مقاولات تبني أعلى بناء في العالم